أهلا بكم مشاهدينا الحقيقة شباب الخرجين كنا بنتكلم دايما عن أنهم بيحتاجوا إلى النوع من أنواع الرعاية الخاصة من جهة وأيضا الأفكار غير التقليدية أيضا الاقتصاد المصري في الفترة دي محتاج نوع من أنواع الأفكار غير التقليدية لتنميته من هذه الأفكار مثلا اللي بتتقدم بها البرامج المدعمة من الوكالة الأمريكية وشباب الخرجين اللي بيتعاملوا مع هذه البرامج إحنا سبق على فكرة تكلمنا عن الموضوع هذا قبل كده من خلال أحد أنواع هذه البرامج النهاردة معنا نوع آخر من هذه البرامج وأنواع المشروعات الجديدة منهم المشروع اللي قامت به مثلا المهندسة مية متحت اللي هنتقبل معها النهاردة بس الأول نتعرف بضيوفنا مستر ديجلاس تانسلر مدير أحد البرامج المدعمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أهلا بحضرتك والمهندسة مية متحت المدير التنفيذي لشركة إيفانس ما تدينا فكرة في البداية كده إيه طبيعة المشروع يعني إيه فكرة إيفانس دي إيفانس هو عبارة عن ويب سايت وأبليكيشن للموبايلز بنجمع فيها كل الإيفانس والأحداث من حفلات لمؤتمرات لكل الإجتماعات اللي بتحصل في مصر وحتى برى مصر وبنعرضها للناس بطريقة سهلة على طريقة هي تقدر توصل لكل الإيفانس ديت وفي نفس الوقت بنساعدهم أن هما يتواصلوا مع الحضور الموجودين في الإيفانس عشان يستفيدوا بعد كده يعملوا بيزنس ريليشن أو أي حاجة وفي نفس الوقت بنسهل على المنظمين أن هما يوصلوا للناس ونعملهم دعاية للإيفانس بتاعتهم عشان في الآخر يعملوا إيفانس نكحة ويوصلوا للناس بطريقة سهلة يعني ببساطة شديدة أنتوا حالة وصل بين اللي بينظموا أحداث أو مؤتمرات أو ندوات أو أي شيء من هذا القبيل ويعني المستفيدين أو الأوديونز كما نقول اللي ممكن يتعاملوا مع هذه بالضبط في الحالة في مشكلة أنهم يوصلوا للبعض أنت الوسيطة اللي بينهم إزاي الفكرة دي جات لك مين قال لك على الفكرة هل المشروع أو إدارة المشروع اللي بتعرض عليك أفكار وأنت بتختاري منها ولا أنت بتروحي بفكرة وعدين هم يساعدوك فيها لا إحنا مجموعة شباب يعني بنحضر إيفانس كتير ليها علاقة بمجال يعني الهندسة أو ليها علاقة بالحاجات البروجرامز اللي هم بيقدموها فحسينا أنه في مشكلة أنه إحنا فيه ساعات بحاجات مش بنعرف نحضرها بسبب أنه إحنا معرفناش عنها قبل كده وفي نفس الوقت الناس اللي بتبقوا موجودة فيه ناس بتبقى عايزة شغل وفيه ناس بتبقى عندها فرص شغل بس مش عارفة توصل للناس اللي تقدر تستخدمها فده اللي إحنا حاولنا نعمله إن إحنا قلنا طب ليه إحنا يعني حاسنا أنه فيه فرصة هنا طب ليه ما نعملش حاجة تسهل على الناس دي كلها إن هي تتعامل مع بعض وتوصل لبعض بطريقة أسهل السؤال الأخير قبل مفهم تفاصيل الموضوع بشكل عام من مستر دوجلس يعني هل أنتو يعني ما فيش وسائل أو وسائل البحث التقليدية ما تغنيش عن الفكرة بتاعتك يعني أنا عايز أعرف إذا كان فيه إفنت عن الموضوع الفلاني أو مثلا ندوة أو مؤتمر هتتعمل عن الموضوع ده ما أقدرش أدخل أعمل بحث تقليدي على الانترنت أعرف منه إذا كان ده موجود ولا لا أكيد طبعا حرارك تقدر بس هتضيع وقت كتير إن أنت تضيع وقت كتير على كل الريسورس يعني ندوة مثلا عن كتاب معين ممكن تحصل في مكتبات كتير أو ممكن في أماكن كتير اللي إحنا بنعمله نحرارك بس بدخل تقول إن أنت مهتم بالكتب وإحنا نبتدي نطلع لك كل الإفانس اللي ريليتد بالكتب يعني بيجي لك على طول فحرارك بنوفر وقت وبنوفر مجهود وفي نفس الوقت مفيش حاجة هتفوتك يعني لو حرارك ما دخلت عملت بحث بنفسك لا الإفانس هتجي لك على الإيميل بتاعك أو على الموبايل إذن في النهاية صامع الفكرة هو أنت وإنتوا كشباب خارجين بيبقى عندك فكرة وبتروح لهم دي بالضبط هو طيب مستر ديجلس يعني لما نتكلم بقى عن إنه جات لكوا أفكار زي دي رحت لكوا بيطولك أنا عندي فكرة كذا محتاجة دعمك ومساعدتك بتعملوا إيه حسناً أشعر بإمتياز كبير أن أكون موجود هنا وأن أعمل مع شخصيات من قبل المي هذا البرنامج يتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعلى وجه التحديد نحن نحاول ونسعى إلى دعم أشخاص من أمثال مي رواد الأعمال رائدات الأعمال الذين بوسعهم تمثيل مصر ودعم نمو الاقتصاد المصري الآن كيف يتسنن مثل هذا البرنامج دعم رواد أعمال من أمثال مي يمكن أن ثلاثة أمور أولاً نقوم بتحديد بعض الفرص لرواد الأعمال لتنمية الأفكار والمفاهيم التي يتوصلون إليها وفي وقت ذاته نحن أيضاً نسعى إلى توسيع النطاق تيسير نطاق العمل تيسير الأعمال والإجراءات التجارية لتيسير عملية التسجيل والإشهار الأعمال والمشروعات التجارية ثانياً أيضاً رواد الأعمال ورائدات الأعمال يتعارضون لمشكلة في أوائل المشروعات التجارية العثور على تمويل اللازم لتنمية المشروعات نحن نبشر العمل مع محد المصرفي لتيسير التمويل وتوفير فرص التمويل المختلفة لرواد الأعمال ورائدات الأعمال وأخيراً وليس أخيراً وبينما يتسنى لرواد الأعمال تنمية النشاطات الخاصة بهم نحن أيضاً نسعى لدعم القطاعات المهنية والقطاعات التعليمية نحن نباشر العمل أيضاً في القطاع التعليمي والمهني بما يكفل أيضاً توفير كوادر مؤهلة بشكل جيد ومضربة بشكل جيد في إطار التعليم الفني وتعليم المهني دعنا نتحدث عن نقطتين الجزئية الخاصة بالتمويل يعني كيف يكون التمويل وإيه شروطه المتطالبات أو الشروط التي يجب تلبيتها من قبل رائد الأعمال أولاً أن يكون هذه خطة عمل هو أمر هامل للغاية خطة عمل تتسم بالنجاح ومقاومات النجاح ولكن أيضاً لابد أن نعتمد على الإجراء قدتها في التعامل مع المصارف والبنوك الغالبية العظمة من رواد الأعمال لا ذلوا في مقتبل الحياة ليس لديهم تاريخ طويل ليس لديهم خبرات طويلة إذن نحن نمكنهم من إعداد الكشوف المصرفية تقدم الطلبات المطلوبة للمصارف والبنوك لتشجيع البنوك والمصارف على قبول مثل هذه الطلبات نحن نود أن نؤهلهم نباشر العمل مع رواد الأعمال مع رواد الأعمال بما يكفل لهم أيضاً تقديم الطلبات لمصارف للحصول على رأس المال الأساسي وهو أمر محواري ومركزي بما يساهم أيضاً في دعم تنمية وتطوير تلك المشروعات في مراحل المقبلة حجم التمويل أو حجم المساعدات التي قدمتموها خلال الفترة الماضية يعني من إمتى بدأت وحتى الآن قدمت مساعدات لكم من الشباب المصري هذا سؤال جيد جداً نحن بدأنا هذا البرنامج في عبر ألف عشر واستكملنا الخطة الأولى بفور اندلاع حداث الصورة وإذن فنحن الآن بصدد أيضاً منذ مارس العام الماضي ونحن نسح أيضاً إلى وفود إلى مرحلة أيضاً أو دخول إلى مرحلة التلفيذ فرص التمويل يتم إتحتها من قبل المصارف لا يتم إتحتها من قبل البرنامج نحن نحاول أن نتمكن أيضاً من تأهيل كافة رواد الأعمال ورائدات الأعمال لتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة بما يساهم في تأهيل أشخاص من قبل المين لتقدم بطلبات إلى المصارف والحصول على تمويل نحن نقدم المساعدة الفنية بما يساهم أيضاً في تيسير إتاحت تمويل وبما يساهم أيضاً في تيسير إتاحت مثل هذه المشروعات مي خلينا نتكلم عن تفاصيل مشروعك إيه اللي حصل معك بالضبط طبقاً للي شرحه مستر ديجلس بدأت الفكرة إزاي وبعدين إيه الخطوات اللي مشيت عليها علشان أي شاب أو شابة بيشوفونا دلوقتي يعرفوا أن ده الطريق اللي المفروض يمشوا فيه هو الموضوع بدأ أن كانت عندنا الفكرة وكوننا الناس اللي تقدر تشتغل على الموضوع دوت وتوصلهم هي تتمجحوا بعد كده بنحاول بقى ناخد مساعدات من أي حد مساعدات فنية أكترها بتبقى ناس عندها خبرة بتحاول تنقلنا الخبرة بتاعتها زي البرامج المدعومة من الوكالة الأمريكية احنا اشتركنا في كذا برنامج من اللي هم عملوه زي مثلاً حاجة اسمها ناكس جن كانوا جايبين الناس بدأت شركتها يعني كانوا زينا بس هما نكحوا هما وصلوا أن هما دلوقتي عندهم شركات بملايين أنا عايز أسمع السيناريو يعني يعني أنت صحية الصبح يعني جات لك فكرة أنك تعملي كذا أمتي مقابلة صاحبك أو صاحبتك أصدقائك مهندسين زيك قلتوا هنعمل كذا تعالوا نروح المكان الفلاني يعني أنا عايز أفهم الموضوع كذا علشان زميلك والشاب أو الشابة اللي في مصر دلوقتي واعد في ريته وبيشوفنا يتخال نفس السيناريو على نفسه هناك مشاكل كثيرة عندنا في مصر وممكن نحلها بطرق بسيطة سيدنا بس من المشاكل دلوقتي خليها نبدأ إنت عمالتي يعني بدأتها إزاي إزاي السيناريو قصتك بدأ إزاي الموضوع كله بدأ إن إحنا كنا بنحضر مؤتمر اسمه بيجمعوا ناس كتير شباب في الجامعة وناس خرجين من الجامعة ويحاولوا خلوهم يشتغلوا على بروجيكت معين وفي الآخر يطلعوا مشروع دوت ويحاولوا يطلعون هم إزاي يحاولوا بعد كده لشركة كويس فهناك قابلنا الشباب اللي أنا شغال معاهم وممكن لهم مهندسين من ساعتها يعني فكرنا إنه إحنا إحنا نقدر نشتغل مع بعض أهم حاجة في الآخر إن إحنا يبقى لتيم كويس إن إحنا نقدر نشتغل مع بعض ولاقينا فيه فرصة في فكرة المؤتمرات إن إحنا إزاي نسهل للناس إن هي توصل للمؤتمرات فكملنا إحنا كنا نشتغل كلنا سيدنا شغلنا وبدأنا نتكلم مع ناس عندها خبرة أكتر زي ناس من البرنامج الوكالة يعرفتوا طريق البرنامج إزاي بقى يعني فهما كانوا موجودين في المؤتمر دوت بالصدفة يعني يعني هما كانوا موجودين فإحنا كسبنا جائزة في المؤتمر دوت حضرنا بعد كده البروجرام بتاع نيكست جين ده اللي هو كانوا عاملين لنا أسبوع مكسف كورسات لمدة أسبوع بيدونا كورسات الكورسات دي معلش أنا بدأ شوية معلش يعني هما اللي دعوكوا ولا أنتوا اللي رحتوا وقدمتوا طلب علشان تلتحقوا بالكورسات دي هو إحنا كسبنا الجائزة فإحنا كنا يعني رايحين المؤتمر هما دعونا بس في ناس تانية كانت مقدمة يعني على الويب سايت بتاعهم في أبليكيشن الناس بتقدمها وهما بيختاروا المشاريع فرس قوي يعني هما عندهم ويب سايت وبيعلنوا وبالتالي أي شاب دلوقتي عنده أفكار وعايز يتعامل مع هذا الأمر يبقى بيدور على الويب سايت وياريت لو نكتبه أو نقوله هو إيه وبالمناسبة العنوان بتاعه لأنهم يقدروا يقولوا أحسن مني يعني حضرتك ممكن تقول لنا إيه هو الويب سايت بتاعك علشان اللي عايز يتواصل معكم الموقع الإلكتروني والـ USAID وكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولكن يمكن الدخول على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.gov وإستكشاف البرنامج الجيل التالي يعني يمكن العصور على مزيد التفاصيل في نقل أي شاب يقدر يتواصل معكم في هذه الحالة يعني أنا هنفترض دلوقتي أن أنا عندي فكرة شايف أنها محتاجة مساعدة زي ما ساعدت مي أنا هخطبكم من خلال هذا الويب سايت وبعدين هتعملوا إيه لما أبعت لكم أنا بعدت لكم بقولكم أنا عندي فكرة ساعدوني هتعملوا إيه أن ذكرت أيضا أن هذا مشروع يبدأ حاليا وتمانا كما هو الحال مع الجيل التالي الذي تم تنفيزه من العديد من الشهور الماضية نقوم في بداية الأمر بالإعلان عن الأمر عن مستوى المحلي في بعض الصحف وأيضا على الموقع الإلكترونية وعبر العديد من المجتمعات المختلفة وعلى هذا الناحو يستطيع الجميع أن يتواصل معنا ليس هناك مقع محدد للتواصل لكن في المستقبل وفي إطار المقابلات الشخصية من هذا القبيل ستمكن أيضا من توفير موقع إلكتروني للتواصل إذن أنا أقدر أخطبهم زي ما أنت عملت بس أنت جاءت صدفتك كويسة أنت تعرفت عليهم في المؤتمر كويس أنت قدمت مشروعك إزاي طريق تقديمك للمشروع إزاي عملت تكوين الملف كان إزاي موضوع ببساطة نحن بندرس الفكرة كويس بنحاول ناخد رأي ناس عندها خبرة أكتر مننا ونستفيد منهم إزاي نكتب البزنس بلاين بتاعة البروجيكت اللي هما مين الناس اللي أكتر منك خبرة يعني 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 شركات زيك موجودة قائمة ولا ولا بترجع لهم هما يساعدوك في ده يعني هما مثلا البروجيكت اللي هما بيقدموها البرامج والمؤتمرات اللي بيعملوها بيبقى فيها ناس كتير جاي عشان تساعد ناس منهم مصريين وناس منهم أجانب بتقودي معهم وبتشوف إزاي تكون الملف بتاعك بالضبط كويس عملت الملف بتعملي ايه بعد كده أو حصل ايه معك بعد كده قد انتهولهم عملولك ايه بقى هما يعني احنا ماشيين مع بعض طول ما احنا ماشيين في التطور بتاع المشروع بتاعنا هما معين عندنا اي مشكلة بنكلمهم نبعت لهم اي ميل نقول لهم مثلا محتاجين مساعدة في حاجة معينة محتاجين زي فترة حضانة بالضبط الفترة محددة وبعد كده خلاص بتنفصل وتتعاملي مع السوق ويبدأ يشوف يعني الناس اصغر يبدأ يحتضنهم من خلال هذه الفترة مش هو ده اللي حصل بالضبط وفي نفس الوقت احنا بنحاول نساعد الناس اللي هما اللي لسه بدئين شوية يعني احنا بنحاول نعمل مجتمع كده من الناس اللي عايز تبقوا اكتر خبرة حاجة بسيطة فنحاول نديهم اللي احنا تعلمنا لحد دلوقتي وفي نفس الوقت بنستفيد من الناس اللي اكبر مننا والناس اللي هما بيجيبوهم لنا مثلا من برة او عندهم خبرات وينقلوا لنا الخبرات بتاعتهم مهندسة ماي متحت انا سعيد جدا باللقاء ده واتمنالك النجاح وكلنا نتمنالك النجاح انت واللي زيك في المشاريع هي مشاريع صغيرة بس مشاريع وعدة وغير تقليدية وافكار جميلة محتاجها السوق المصري ايضا مستر دوجلس تانسلر مدير احد البرامج المدعمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كل الشكر وتأدير ويوار ولكم دايما في مصر اهلا بيك فرصة سعيدة جدا واشوفكم بخير دائما ونشوف دايما مشاريع جديدة معاك ومع غير مي كمان مشاريع تنمي الاقتصاد المصري شكرا جزيلا